الأنشيدة جماعة في أصلها جائز الإنشاد يعني إنشاد الشعر بلحن في أصله جائز كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أثناء حفرهم للخندق يشتغلون وينشدون يقولون والله لو لله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن العدات قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أبينا أبينا وما شابه ذلك أنجشه رضي الله تعالى عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان يحدو يحدو يعني ينشد الشعر بصوت جميل مثل مثلا الشعر الذي قبل قليل يحدو به يعني يقول مثلا ونحو ذلك يعني يحدو ينشده بلحن والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه وذلك أنه كان يحدو بالإبل يعني هم يسيرون ويريدون الإبل أن تسير بسرعة فكان رضي الله تعالى عنه يحدو حتى تمشي لكن لم يكن معهم دف لم يكن معهم مزمار لم يكن أيضا كلام فيه نوع من الفحش لم يكن معهم أي نوع من أنواع المعازف بدأت الأناشيد حقيقة قبل سنوات على مثل هذا الحال يعني على مثل الحال منضبط أناشيد بأصوات شباب أصواتهم أصوات رجال ليس فيها تغنج ولا آهات ولا تمايل إلى غير ذلك بدأ حقيقة النشيد الإسلامي ينحدر وبدأ يدخل فيه أنواع من الآهات وتنعيم الأصوات وترقيقها بدأت تدخل فيه أنواع من الإيقاعات ثم قالوا هذه إيقاعات بشرية والإيقاعات البشرية يأتي يصدر أصوات معينة مثلا تسجل في الكمبيوتر مثلا أو في البيانو ويبدأ ينشد المنشد والعازف أو المهندس يبدأ يضرب عليها فيعطي مثلا ونحن ذلك يركبها على بعض ويركقها ويفخمها حسب موجات الكمبيوتر حتى تصبح نوع من الإيقاع البشري بعد ذلك صارت المسألة موسيقى صريحة بدأوا الآن يستعملون البيانو الصريح والمزمار وضرب العود وما شابه ذلك وصارت هذه الأناشيد هي مثل الأغاني 100% بل حتى أحيانا في مساريحها وربما صار فيها اختلاط نساء برجال أيضا الأنوار التي تخرج أصفر وأحمر وأخضر ومدري إيش ربما قام البعض يرقص أيضا عليها بل حدث مع الأسف في بعض الحفلات الإنشادية أن بعض الشباب قاموا يرقص كما يرقص في الحفلات الغنائية إن لم يكن هذا حقيقة هو الغناء فما هو الغناء إنما الفرق بين هذا النشيد وبين الغناء أن المغني في أثناء غنائه يقول يا حبيبتي يا حبيبتي ويبدأ يصف ضمه لها وتقبيله لها وما شابه ذلك وهذا المنشيد يقول يا حبيبتي ويقصد أمي أو يقول أحبك يا ربي أحبك يا ربي إلى آخرة مع أن كليهما يوجد فيه عزف يوجد فيه موسيقى يوجد فيه أنواع من المعازف وما ذكره أهل العلم من تحريم المعازف بناء على أنها تقسي القلب وتشغل القلب عن قراءة القرآن بلا شك أنه ينطبق على مثل هذه الأناشيد بهذه الإقاعة وأذكر أني مرة كنت مسافر إلى إحدى المناطق في أبهى عندنا لم أجد طائرة يعني تعيدني للرياض فركبت مع واحد من الشباب ملتزمين فلما ركبت معها ثلاث طريق يعني ورانا ألف كيلو فقلت له انتهت سواليف هنا فقلت طيب شغلنا شريطا نستفيد منه ظلنت الناس يشغل مثلا محاضرة شريط قرآن فقال والله يا شيخ أنا ما معي إلا أشرطة أناشيد قلت كل اللي معك أناشيد في السيارة قال نعم قلت يعني ما تسمع أشرطة حديث أشرطة فتاوى أشرطة مواعظ أشرطة قرآن قال لا والله أخرج لي كيسا في قريب من الخمسين شريطا كلها أناشيد إيقاعات ما إيقاعات دف غير دف آهات إلى غير ذلك فانظر كيف سبحان الله صار فيها نوع من الإشغال يعني إشغال القلب عن القرآن وتعظيمه وما يشابه ذلك فانا قل أناشيد التي فيها هذه المعاز فهذه لا تجوز ولا يحتاج إلى نقاش خاصة إذا اجتمع معها الاختلاط والرقص وما يشابه ذلك أما إذا كانت النشيد بألفاظ حسنة مناسبة يعني وليس فيها شيء من الغنج يعني حتى أنا لاحظت سبحان الله يعني بعض الإخوة الذين ربما اشتغلوا بالنشيد صاروا في مظاهرهم لا يبعدون حقيقة عن المغنين يعني لما يأتيك واحد ينشد وقد حسن وجهه وأزال لحيته تماما وفتح صدره وأخرج شعر صدره ولابس تيشيرت يطلع العضلات ويبدأ يمشي في حديقة وينشد يا أخي إيش الفرق بالله بينك وبين أغاني الفيديو كليب وقصة شعر طبعا وطايح شوية خصل على شعره وحاط شوية جل ومضبط وضعه وربما يكون وضع مكياجه ويبدأ ينشد ويا ربي ويا الله وحبك ديني يعني نشكرك جزاك الله خير على مشاعرك على محبتك لربك سبحانه ومحبتك لدينك لكن لا ينبغي في الحقيقة أن يصنف هذا ويقال هذا نشيد إسلامي وهذا جزاك الله خير منشد إسلامي يا أخي منشد إسلامي فاتح قميصة حتى أخرج بعض صدره ولابس لبس غير مناسب وقصة شعر غير مناسبة وربما وضع شيئا من المبيضات على وجهه ويقول والله هذا نشيد إسلامي لا ينبغي أن نصل حقيقة بالانحدار بالنشيد الإسلامي إلى هذا الحد إن كانت قصائل تحث على الرجولة تحث على الكرم تحث على معالي الأخلاق تحث على بر الوالدين تحث على الصدقة تحث على شعائر الدين العامة ما في بأس لكن يا جماعة أن ينحدر الأمر إلى أمور تافها تضيع الوقت لا ينبغي أن ينبغي